خليفة المأمون أحد كبار خلفاء الراشدين جاب واحد من الناس بكلم معاه فرضي عنه كده فدله مئة ألف درهم فالرجل طلع على باب القصر وزعهم فالخليفة المأمون غضب لما عارف المضادة يعني الفلوس قليلة مثلا مش عجبك فقلت ده مش مقامي قمتم وزعهم فجاب وقال له انت عملت كده ليه قال يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء وظن بالمعبود انت فاكرني انا فرقت الفلوس دي علشان انا مستقل لها ده الموجود معايا لو كانوا خمسة جنيك وتطلعهم لو كانوا مئة ألف جنيك وتطلعهم برضو منع الموجود سوء ظن بالمعبود انا متأكد وما أنفقته من شيء فهو يخلفه مش هنتناقش في دي ده هو وعدني اذا كان له حضرتك يا أمير المؤمنين وعدتني انك انت على فكرة لو اشتغلت يومين ثلاثة هعينك الوزير ايه ده انا اشتغل سنتين ثلاثة ده اندى الأمير المؤمنين وعدني اما لما الله يوعدني يقولي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى يبقى لو انا منعت اللي معايا بمنعه عن ربنا انا شاكك سوعده منع الموجود سوء ظن بالمعبود انا شايف وعد ربنا انا شايف ربنا بقلبي هيخلف علي انا عندي ثقة في الملك سبحانه وتعالى